وإلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات الرئيسية وارتفع رأس المال السوقي بنحو 114 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 706 مليار و 468 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر ايج اكس 30 بنسبة 7 من 100% ليغلق عند مستوى 10156 نقطة كما التراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط ايج اكس 70 متساوي الأوزان بالنسبة 37 من 100% ليغلق عند مستوى 2206 نقاط وهبط مؤشر ايج اكس 100 متساوي الأوزان بالنسبة 36 من 100% ليغلق عند مستوى 3154 نقطة ما أشعر بالنسبة لك ce أمết المنزل